ريتا أسعد، ميشيل الصيفي، والمخرج رودريك نمنوم العنوين طابت أوقاتكم التأليف مسدود والأزمة تتفاقم والحريري لم يفقد الأمل باخد المطاف هنوصل لحل وتستور اللبناني هو اللي بيجمعنا جملات المعادلة السورية الإيرانية تحكم البلد ورئيس الكتائب يشدد يمكن اليوم حزب الله بيقدر يركع الطبقة السياسية بالتسوية اللي عاملها بس ما بيقدر يركع الشعب اللبناني فوز لائحة النقيب غسان الأمين المدعومة من حزب الكتائب في انتخابات الصيادلة موسكو قصفنا منفذي هجوم لكلور على حلب الحلم تحقق وهلأ صارت الكهرباء 24 على 24 شركة كهرباء زحلي وعدت وفيت رح نضوي ليل نهار مبروك لزحلي والجوار وعقبان لبنان كله كهرباء زحلي دايما نحو الأفضل في سويسرا صوت الناخبون اليوم على مقترح باسم مبادرة تقرير المصير ينص على إضافة بند للدستور يعطي القانون السويسري أولوية صريحة على الاتفاقيات الدولية في سويسرا الشرق سابقا لا أحد مهتم بأن يكون أم لبنان ليضحي من أجله ويعطي الأولوية لحاجات شيبه وشبابه والبلد موضوع على حافة احتمالات خطيرة وصرخات الناس تتعالى يوما بعد يوم فالوضع لم يعد يحتمل ولم يعد من الجائز الاختباء خلف الإصبع أو دفن الرؤوس في الرمال القديم الجديد اليوم تأكيد حزب الله أن الأزمة تتفاقم وتزداد تعقيدا ونصيحة رئيس الاشتراكي وليد جومبلاط بالتنازل لمصلحة المعادلة السورية الإيرانية التي تحكم البلد والقبول بتوزير واحد منهم منعا للانهيار أما رئيس الكتائب النائب سامي لجميل فغرد مؤكدا أن لا معنى للاستقلال من دون الحرية والسيادة نقابيا اختتمت جولة التنافس بمعركة ديمقراطية في نقابة الصيادلة ميزها إقبال كثيف تخطى السبعين في المئة وأثمر فوزا كاملا للائحة نقابة فاعلة ومنتجة المدعومة من حزب الكتائب وكل تفاصيل مع مجدل عيد التنافس الانتخابي الصيدلي الذي جرى بين لائحتين مكتملتين وخمسة مرشحين مستقلين فازت بنتجته لائحة نقابة فاعلة ومنتجة المدعومة من حزب الكتائب اللبنانية بفارق كبير أكثر من ألف صوت بين آخر الرابحين وأول الخاسرين في اللائحة الثانية التي تحمل اسم لائحة الاستقلال والنهوض النقابي وبينت النتائج الرسمية فوز اللائحة المدعومة من حزب الكتائب بكامل أعضائها برئاسة النقيب غسان الأمين وفاز المرشحان الكتائبيان دكتور جوسا لوم في لجنة تقاعد وحز على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 3069 والدكتورة ماريخ صوب بـ 2673 صوتا الانتخابات التي جرت وسط أجواء نقابية ومهنية في نيوبيال في فرن الشباك شهدت إقبالا كسيفا قاربت نسبة المشاركين 70% حيث اقترع 4946 صيدلي من بين 7000 سددوا اشتراكاتهم النقيب غسان الأمين تحدث عبر إزاعتنا عن أجواء الانتخابات وبعد حصوله على النسبة الأعلى من الأصوات قال رئيس ندوة الصيادلة في حزب الكتائب دكتور جوسا لوم لإزاعتنا المراشحة الكتائبية دكتور ماريخ صوب قالت لصوتي لبنان كتير منيحة بشكل كتير طبيعي وكل مرتاح وكل شيء منيح وشو بتوعدي الصيادلة في حال فوزك؟ بدنا ننفذ اللي نحكي عنه نحكي كتير أشياء بدنا ننفذ الأشياء الأساسية الضرورية للصيادلة لأن كانوا أصحاب الصيدليات أو موظفين أو غيرهم وشو أهم طالبكم يعني؟ أول شيء بدنا نرد لصيادلة اعتبار حصانة الصيدليات فيه أشياء لأصحاب الصيدليات بدنا نرد لهم حقهم بجعل لكل الأدوية فيه للموظفين صيادلة الموظفين كانوا بالصيدليات أو كانوا بالصيدليات بتعتبرية معركة نقابية أو حزبية؟ معركة مهنية نقابية بإمتياز صندوق الاقتراع كانت افتتحت في السامنة صباحاً واستمرت حتى ما بعد الثانية والنصف نظراً لكسافة المقترعين مجدلين عيد صوت لبنان وفي الشمال جرت انتخابات في نقابة الأسنان في طرابلس فازت فيها اللائحة المدعومة من تحالف طيار العزم والمستقلين بمقعدين مقابل مقعد واحد لتحالف المستقبل القوات تنضي العقدة الحكومية في مسار تعبئة الوقت فلا حلول ولا مفاوضات جدية وتقف العقدة عند نقطة الموعد الذي طلبه نواب اللقاء التشاوري من الرئيس المكلف سعد الحريري وهذا اللقاء من غير الوارد أن يحصل حتى اللحظة الرئيس المكلف سعد الحريري أعرب في خلال تسلمه في بيت الوسط رسالة الاستقلال التي نقلها غطى الصون من قار البحر عن أمله في حل الأزمة الحكومية التعطيل ما هحكي كتير خلينا هادينا هالأيام بل كيف نلاقينا شي حل بين هالغايمات اللي فوق لبنان أنا متأكد أنه باخد المطاف يجب أنه نوصل لحل يجب على الكل يعرف أنه الدستور اللبناني هو اللي بيجمعنا في أمور قليلة بتخلفنا بالبلد وعن جد قليلة ولازم نركز على اللي بيجمعنا وأنا كل تركيزي خلال مرحلة السابقة هو على اللي بيجمعنا رئيس حزب الكتائب أنا أبسامي لجميل غرد عبر تويتر مؤكدا أن لا معنى للاستقلال من دون الحرية والسيادة لجميل اعتبر عبر الام تي في أنه يمكن لحزب الله أن يركع الطبقة السياسية لكن لا يمكنه تركيع الشعب هذا البلد ما حدا فيه يسيطر عليه يمكن اليوم حزب الله بيقدر يركع الطبقة السياسية بالتسوية اللي عاملها بس ما بيقدر يركع الشعب اللبناني والشعب اللبناني ما رح يركع ويمكن اليوم بيقدر يمرق فترة يكون هو عم يقدر يكون الامر الناهي بالحياة السياسية بلبنان بس هيا ما بتدوم لهذا السبب نحن ندعي حزب الله إلى أنه هلأ بهذا الظرف بهذا الوقت بالذات يخد هو القرار الجاري بأنه يمدئده لبقية اللبنانيين لبناء دولة سيدة وحرة ومستقرة ويحط حاله تحت سقف الدستور والإنون إلى جانب جميع اللبنانيين تنكون كلنا سواء عم نشتغل بالمساوات لأنه إذا ضلوا حزب الله ما اعتبر أنه هو أكبر وأهم وعنده حقوق أكبر من حقوق اللبنانيين هذا رح يقدي إذا مش اليوم بكرة إلى امتفاضة عند الناس ودعا لجميل لمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لتأسيس حزب الكتائب رئيسي الجمهورية والحكومة إلى رفض هذه الطريقة في الأداء دعوتي لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة لوضع نقطة على السطر لكل المراحل الماضية نشتغل على بناء لبنان جديد خلاص بفتكر أنه الكل اقتنع أنه لبنان ما بقى بينحكم بهذه الطريقة الشعب اللبناني عم يدفع التمن عم يدفع التمن بمعيشته عم يدفع التمن باستقلاله بسيادته باستقراره بهذا البلد لهذا السبب حين الوقت نوقف كل هالطريقة بإدارة الحياة السياسية ونقعد كلنا سوى تنبني لبنان جديد وأنا بالنسبة لي اليوم إن كان الرئيس عم أو إن كان دولة الرئيس الحريري يلي هو إشاب عندهم اتنينة فرصة تاريخية كرمال تكونوا رياض الصلح وبشارة الخورة تبع سنة 2018 شرط أنه يرفضوا هذه الطريقة بالأداء يلي شفنا كلنا لوين وصلت البلد ويقولوا نحنا بدنا نكون رجال الجمهورية الثالثة البطريار كلماروني بشارة الراعي العائد من روما على قامنا المطار على كلام رئيس الجمهورية عن أم الصبي داعيا المعطلين لأن يبرهنوا لنا أن همهم لبنان ويقدموا على التضحية من أجله ما بقى بجوز ولا بحق لحدة يحطل الحكومة لمطلب شخصي أو لمطلب في قوي أو أيا كان قرأت على الجريدة فخامة رئيس الجمهورية عم بقول طيب مين أم الصبي؟ هيدا كلمة قلناها كمان من كندا برهنوا لنا أنتو هلي كل واحد متمثك بموقفه برهنوا لنا مين عنده هم لبنان هلي منكن عنده هم لبنان يشرف يقول أنا بضحي بموقفه أنا بضحي بشيء من عندي لحد دلأ أنا ماني شايف حدا عنده لبنان فوق كل اعتبار أكد نتأمل أنه حدا يكون عنده لبنان فوق كل اعتبار وسأتقول أنا أول واحد فليحيا لبنان وأنا بضراشا رئيس الحزب الاشتراكي ولي جملاط رأى في حديث للمدن أن المعادلة السورية الإيرانية هي التي تتحكم بالبلد وبالتالي الأمور بحاجة إلى تسوية وكلما تم الاستعجال في إنهاء هذه المشكلة كلما كان أفضل لأجل الحد من الانهيار أضاف فليتم تعيين وزير منهم وتنتهي القصة وليس هناك من عيب في القبول بالتسوية وباعتراف المرء بأن المقييس ليست لمصلحته وهذا يفرض عليه تقديم التنازل في سبيل البلد النائب محمد الحجار شدد في حديث إلى برنامج كواليس الأحد من صوتي لبنان على ضرورة الضغط وتوجيه أصابع الاتهام بالتعطيل نحو حزب الله حزب الله يريد اعتقال العكوب اليوم في هناك توجيهات إيرانية واضحة تريد أن تأخذ لبنان رهيني وحزب الله ينفذ التعليمات النواب الستي مع احترامي متقديري لألهم يعني هني منهم أكثر للأسف للأسف من أداة عم بيستعملها حزب الله لا حتى ينفذ مبتغى ينفذ الهدف اللي هو رحل لبنان عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووك كرر أن الحل والعقدة الحكومية بدايتهما ونهايتهما عند الرئيس المكلف وقال أن الأزمة الحكومية في لبنان تتفاقم وتتعقد وكلما استمر الرئيس المكلف بالتنكر لنتائج الانتخابات ولحق النواب السنة المستقلين بالتوزير فهذا يعني أن الأزمة مستمرة حركة التأليف تراوح مكانها وعلى خط التحقيقات في فضيحة مجرور الرمل البيضاء كل التحركات لا تزال بلا بركة تداعيات فضيحة فيضان المجرور تحضر غدا في ساحة النجم حيث يعقد اجتماع بمشاركة نواب بيروت ووزراء الداخلية والعدل والبيئة والطاقة والأشغال ومحافظ بيروت ورئيس بلدية الغبيري بالموازاة تتواصل التحقيقات وبعدما استمعت النيابة العامة التمييزية لمهندسين ومسؤولين في بلدية بيروت ومشروع الإيدنبي ومصلحة مياه بيروت ستستكمل التحقيقات بالاستماع إلى إفادة محافظ بيروت ورئيس بلدية الغبيري في جديد ضحايا طرق الموت أصيب ثلاثة أشخاص بجروح نتجة التصدم بين مركبتين على أوتوستراد عمشريت باتجاه طرابلوس وتسبب الحادث بحركة سير كثيفة في المحلة رفضت الخارجية اللبنانية نتائج التحقيقات الإسرائيلية في حادثة إغراق صفينة اللاجئين قبالة السواحل الشمالية في العام 1992 لجهة اعتبار ما حصل جريمة حرب ودعت الخارجية جميع الدول ولسيما الدول للأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة إسرائيل وإصدار القرارات المناسبة في حقها كي لا تبقى جرائمها عصية عن المحاسبة اتهمت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي المعارض بإطلاق قضائف من غزل كلور على حلب مشيرة إلى أن مقاتلتها قامت بتصفية المسلحين الذين قصفوا حلب بالمواد الكيميائية وأضفت توجد دلائل على تحضير الإرهابيين لتنفيذ هجوم كيميائي جديد في سوريا وكالة سانة قالت من جهتها أن 107 أشخاص أصيبوا في حلب بعد أن استهدف معارضون ثلاث مناطق بقذائف تحتوي غازات سامة وفي حين نفى مسؤولون من المعارضة استخدام أسلحة كيميائية أكد المرصد السوري أن القصف تسبب في إصابة العشرات بمشاكل في التنفس في حلب في حين أسفر قصف حكومي عن مقتل 9 أشخاص في قرية في إدلب دمشق قالت أن الاعتداء بغازات سامة نتيجة تسهيل بعض الدول ووصول مواد كيميائية إلى الجماعات المسلحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دان استخدام الأسلحة الكيميائية مشيرا إلى أن باريس لا تملك معلومات كافية للتعليق على ما جرى في حلب بريكسيت بعد الفاصل هل لبنان يتجه نحو الانهيار الاقتصادي؟ وكيف سيكون شكل هذا الانهيار؟ وماذا يحتاج للخروج من الأزمة؟ نقطع السطر يفتح الملف مع الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيئة ومدخلات للنائب الأولى نحاس وخبراء ومحللين اقتصاديين الاثنين بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نوالي شعبود عبر الصوت لبنان بعد تصديق الاتحاد الأوروبي على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي البرلمان البريطاني على التصديق عليه مشيرة إلى أن عدم تمرير اتفاق الخروج من الاتحاد سيعيد بريطانيا إلى حالة الفوضى وأضحت رئيسة الوزراء البريطانية أن اتفاق الخروج سيتيح للندن التحكم بحركة المهاجرين والأموال متعهدة بالعمل على ضمان سلاسة انتقال البضاء بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأكدت مي أنه بموجب الاتفاق تعهدت بريطانيا بعدم فرض حدود تفصل إلندا مع الحفاظ على مصالحها رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر شدد عقب التصديق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على ضرورة توحد أوروبا وأشار إلى أن اتفاق بريكسيل سيأخذ بعين الاعتبار مصالح إسبانيا في منطقة جبل طارق تراجع زخم احتجاجات السترات الصفراء في باريس بعد ليلة صاخبة شهدت أعمال عنف في جادة الشانزليزي أدت إلى إصابة 24 شخصا بجروح بينهم خمسة من رجال الأمن وفيما كانت جحينات النظاف ترفع المتاريس التي رفعها المتظاهرون في العاصمة تواصلت تحركات السترات الصفراء في جنوب غرب البلاد الشرطة الفرنسية أعلنت عن اعتقال 103 أشخاص أثناء تظاهرة السترات الصفراء في العاصمة مشيرة إلى أن مئة وشخصا واحدا من هؤلاء أوقفوا قيد التحقيق أشارت وزارة الصحة العراقية إلى ارتفاع حصيلة قتل السيول التي اجتاحت العراق خلال اليومين الماضيين إلى 21 شخصا في الرياضة فاز منتخب لبنان على الفلبين بنتيجة 71 ستين في إطار التحضيرات لتصفيات كأس العالم 2019 في كرة السلة والآن إلى صفحة الأحوال الجوية الجو غائم جزئيا من درجة الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة كان في النشرة التأليف مسدود والأزمة تفاقم والحريري لم يفقد الأمل جملات المعادلة السورية الإيرانية تحكم البلد ورئيس الكتائب يشدد يمكن اليوم حزب الله بيقدر يركع الطبقة السياسية بالتسوية اللي عاملها بس ما بيقدر يركع الشعب اللبناني فوز لائحة النقيب غسان الأمين المدعومة من حزب الكتائب في انتخابات الصيادية موسكو قصفنا منفذي هجوم لكلور على حلب النشرة انتهت شكراً للمتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة